أيضا رووا عنه أحبائي بأنه لم يراعي حتى بعد وفاة الرسول فهو لم يراعي إلا ولا ذمة لبنت الرسول لأسرة الرسول لعائلة الرسول وتهجم على بيت الرسول ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان الجزء الأول رقم الصفحة 268 روى عنه الحاكم وقال رافديون غير ثقة وقال محمد بن أحمد بن حمان الكوفي الحافظ بعد أن أرخ موته كان مستقيم الأمر عامة دهره وفي آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب حضرته ورجو يقرأ عليه إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن يورد بن حجر في الميزان هذا القول أو هذه الحكاية بأن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن يعني هي ولدت الحسن والحسين وكانت حامل بمن؟ بمحسن فهجم عليها ورفس بطنها حتى أسقطت جنينها محسن كانت ستسميه محسن هذا ليس عند الشيعة بل عند ابن حجر في لسان الميزان وأورد ما قال محمد بن أحمد بن حمد الكوفي الحافظ عن هذا الرجل الذي رواه هذه القصة بأنه كان مستقيم الأمر عامة دهره وفي آخر أيامه وكان أكثر ما يقرأ عليه المثالب حضرته ورجو يقرأ عليه حضرته ورجو يقرأ عليه إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن أيضا نجد عند الذهب في ميزان الاعتدال رقم الصفحة في جزء الأول رقم الصفحة 139 أحمد بن محمد بن السوري بن يحيى المعروف ابن أبي دارم قال أحمد بن حمد الكوفي فيما قال ثم كان في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب حضرته وهو يقرأ عليه إن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن نفس القصة يريدها الذهب في ميزان الاعتدال أيضا في الملل والنحل للشهر الثاني نجد أن عمر ضرب بطن فاطمة هذا في الجزء الأول رفس يعني ضرب برجله ضرب برجله يعني أنها ساقط وبدأ يضع عليها رجله بقوة رفسته إذا ضربته برجلي من أعلى إلى أسفل إذا انهلت عليه بقدمي ضربا شكرا يا أبو لهب ألف شكر هذا هو معنى رفسته إذا ان عمر ضرب بطن فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنها وكان يصيح أحرقوا دارها بمن فيها وما كان في الدار غير علي وفاطمة والحسن والحسين فاطمة الزهراء بنت الرسول هذا الفعل فعله ببنت الرسول عمر للخطاب حسب رواياتهم حسب روايات السنة وشيوخ السنة وهؤلاء ليسوا شيعة حتى نقول هذا تحامل من الشيعة أو كذا هؤلاء الذين رفعوا عمر للخطاب إلى أعلى عليين لأن كان هناك صراع على الحكم هي كانت تساند زوجها علي بن أبي طالب كي يأخذ الحكم بعد الرسول وهو كان يساند أبا بكر الصديق حسب الروايات فهذا الاختلاف في السياسي هو الذي أولت هذا والاختلاف بدأ حسب هذه الروايات بدأ من عند وفاة الرسول عندما منعه عمر للخطاب من أن يكتب وصيته فكي تفهموا نعم الصراع السياسي فهذا عمر للخطاب الذي يعد من أفضل الصحابة ومن أروع الصحابة ومن أتقى الصحابة وأن القرآن كان ينزل على لسانه وأن لهديه موافقات مع القرآن وأن كثير من الآيات فيها من رأي عمر وهكذا انظر إلى روايات أخرى كيف قدمته على أنه وحش كاثر وأنه قبيح وأنه لا قيمة له في ميزان التقوى ولا في ميزان الدين ولا في ميزان الأخلاق يعتدي على امرأة عزلاء بنت نبيه أيضا في تاريخ ليعقوبي الجزء الثاني رقم صفحة 126 نجد وبلغ أبا بكر وعمر إن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع أبنى أبي طالب يعني مجموعة من الأنصار والمهاجرين اجتمعوا عند على ابن أبي طالب في بيت فاطمة الزهراء يعني كأنهم يتدارسون أمر خلافة علي بن أبي طالب فسمع بالخبر أبا بكر وعمر فأتوا في جماعة يعني جاءوا مع من يحارفهم جماعة من الناس وخرج علي ومعه السيف فلقيه عمر فصارعه عمر فصرعه وكسر سيفه يعني أن علي بن أبي طالب قارع السيف وصارع عمر بالخطاب فكسر سيف عمر بالخطاب أو فصارع عمر فصرعه يعني أن عمر صرع علي بن أبي طالب عزران وكسر سيف علي بن أبي طالب ودخلوا الدار فخرجت فاطمة فقالت والله لتخرجن أو لأكشفن شعري ولا أعجن إلى الله فخرجوا يعني دخلوا عليها البيت فأرادت أن تنزى عنها تيابها كي يخرجوا فخرجوا وخرج من كان في الدار وأقام القوم ثم قام عمر فمشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقوا الباب فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك اسمعوا إلى الكلام وكأنها تجأر إلى الله وتشكو إلى أبيها أو تستغيث بأبيها بعد ماذا؟ بعد أن أحاط بها المسلمون الذين كانوا من أتباع الرسول فأصبحوا من أتباع عمر وأتباع أبو بكر الصديق حسب هذه الروايات وتقول يا أبتي يا رسول الله ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحفحافة فلما سمع القوم صوتها السياسة تفعل الأفاعيل تقريب كل شيء فلما سمع القوم صوتها صوتها وبكاءها انصرفوا باكينة وكادت قلوبهم تتصدع وأكبادهم تنفطر وبقي عمر ومعه قوم فأخرجوا عليه علياً فمضوا به إلى أبي بكر نفس القصة ولدت عند ابن قتيبة الدينوري في الإمامة والسياسة تحقيق الشهيري جزء الأول وأيضاً ولدت عند عبد الرحمن أحمد بكري فصل عن عمر بن الخطاب واليعقوب في تاريخ اليعقوب